حيث وقال عماد متعب نصر النادي الاهلي للتحليق في صدارة المسابقة بعد قنص فوز صعب على حساب المقاولين العرب ضمن الاسبوع التاسع عشر من بطولة الدور العام بهدفين دون رد فور دخوله الى ارض الملعب على حساب وليد سليمان نجح عماد متعب في تسجيل الهدف الاول للاهلي مع اللماسات الاولى له في اللقاء برأسية متقنة في الدقيقة الرابعة والسبعين اتبعه باربع دقائق الهدف الثاني عن طريق مؤمن زكريا من خطأ فادح من دفاع ذئاب الجبل بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي للنقطة التاسعة والاربعين في قمة الترتيب المسابقة بينما تجمد رصيد المقاولون عند اربعين وعشرين نقطة في المركز العاشر